صفحات من حياتي صفحات من حياتي وتراني منعذاب صطر العمر عليها ذكريات للشباب صطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب بين قول وفعال من جهة العمر طار صفحات من حياتي صفحات من حياتي بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا نفتدأناه في الحلقة الماضية حيث كانت رحلتنا في الحلقة الماضية من بوابة الصعيد بدأت عام 1951 ميلاد 1370 الهجرة وبالتحديد من قرية تلة وتحدث فيها الضيف عن منظومة قيمية رائعة حفظ القرآن هو صغير وكانت أمه أيضا من الحافظات والده كانت له هيبته ومنعته داخل قريته تحدث الضيفنا عن الأسرة تحدث عن الدراسة وعن المعلمين وعن قريته توقف بناء المشوار في تلك الحلقة إلى الاستعداد للسفر للقاهرة لإكمال الدراسة ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي شحاته مرحبا يا دكتور أهلا وسهلا دكتور فهر مرحبا دكتور عجيب أنه في 67 تذهب للدراسة توك صغير 17 سنة باقي لك سنتين كيف؟ لا 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 أنا دخلت المدرسة يعني مبكرا ولي طرفة مع لقول المدرسة أول يوم في الدراسة حدث الاعتداء الثلاثي على مصر إنجلترا وفرنسا وإسرائيل أيامها قزمة السويس وكده فعطونا شهر إجازة تماما ثم ذهبنا بعد هذا الشهر حصل في أول يوم وقف الناظر رحمة الله عليه يقول الشيخ أحمد نخلوف المدرسة كانت وسط حدائق أربعة بساتين أربعة سبحان الله المدرسة في الوصف جه الثلاثثام في شهر سبتمبر يكون الرطب فبدأوا يجمعوا الرطب مبكرا فيصعد وطلع النخل يطلع ويفردوا شي تحت النخل كده ويرموا فاليوم يوم رطب وثمر وانا ما زلت اذكر وهذه كان اول ما اسمع في طابور المدرسة ما كانش عندنا اولى حضانة وتانية حضانة والصف الاول الابتداء المراح لانا كانت الام هي التي يعني هذا المهم وسمعنا طلقا ناريا ايه القضية حادثة اخذ ثقر الثقر الصعيد كانت هذه ودي كانت اخر تقريبا حادثة اخذ ثقر على مرة خلاص انتهت في القرية بعد ذلك حوادث الاخذ والثقر صار الناس يعني الحمد لله يبدو انهم يعني ايقنوا انهم لا فائدة من هذه الامور المهم فاعطونا عملوا حظر تجول في القرية فاعطونا اظن اسبوعين او ثلاثة سبيع اجازة اخرى فاذكر الوارد رحمة الله يقول يا ابن انت وشك خير على التعليم فانا ذهبت الى المدرسة مبكرا وكان بعض النظار المدارس يرون تفوقا من تلميذ ما فيقف السنة يعني مثلا الصف الثالث بدلا من يروح الرابع يروح الخامس فلما ارادوا ان يصنعوا ميم معي ومع بعض من الطلبة هكذا واجدونا صغار سن صغار سن بما ما ينفع ان نجعل شهادة الاعدادية ونتوقف لان السن اظن مخالف للتقريبا للقانون فالمهم يعني انهيت تنعم مبكرا الحمد لله رب العالمين فمن فضل الله عزوجل غادرت الى القاهرة سبعة وستين كيف لعمر الصغير المحبوب من والده ووالدته ان يغادرهم الى القاهرة هكذا هو محبتهم للعلم فيعني تكاد تكون جزء اصيل عندهم في تكوين الشخصية حتى لو فارقهم حتى لو فارقهم انا ذهبت دكتور فهدي الى القاهرة وفوجئت بعالم اخر ايه جاي من المينيا من تلة من تلة من قرية القيم الى الميني جيب والميكرو جيب ظلمت لأول وهلة ان هؤلاء قوم فقراء لا يملكون ما يعتون به لستر اجساد بناتهم الى بداية افهم ان القضية مش كده فسبحان الله فحتى اذكر ان اول سنة دخلنا استسمى السنة التأهيلية كنا الطلاب الثانوية العامة يأخذوا سنة تأهيلية في الازهر في الكلات العلمية حتى يلتحقوا يأخذ سنة زيادة السنة التأهيلية لا ندرس فيها الى دراسات شرعية فالمهم اذكر ان اول يوم ذهبنا كان في مهرجان شهري في قاعة الامام محمد عبدو وهي اكبر قاعة في جامعة الازهر على مين الباب والمتدخل في الجامعة فاذكر ان احد المعيدين في كلية الدغة العربية ارقى قصيدة عن مصيبة المنيجيب والجالست ونفستانت تكثر اغرى طرفي حتى بذر غضبت عجب الرجل استفسر يا اختي من فينا قصر فأقول اول ما سمحت اول ما سنتقر صدمني هذا هذا في الجامعات غير الازهر نعم اه لا طبعا طبعا لا جامعة الازهر كان فيها منفصلة تماما نقولة البنات لكن هذا في الجامعات في البيئة العامة في المواصلات العامة تهلس البنت وتضع حقيبتها على رجليها فيتعجب الانسان وانت جيت من بيئة هذه الاشياء مستنكرة جدا هي غير موجودة ومستنكرة تماما وكان نسمع في الدروس وانغض بصراه اطلق الله بصيرته فكنتم تخافون بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بفضل الله عز وجل حتى اذكر لما جئت الى الامارات فاعطيتك عدة محاضرات لبعض الاخوات الكثرة منهم فقالت احداهن لزوجة زوجة يخبرني زوجتي ظنتك ثلاث سنوات كفيفة هذا بفضل الله هذا هذا امر طبيعي اجرس في مجمع كيف انظر فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني قد ربانا من ربونا على القيم العملية وليس على كلام النظر طيب انت تركت المنية لتذهب بمفردك الى القاهرة هذا تحول صعب في حياتي تحول صعب ووقفنا في طبور طويل للتقديم للمدينة الجامعية في اسكن الطلاب السكن كانت تسمى من انت بعوث طبعا لانا كان بياتي بعوث من العزر في الدراسة فبقدر الله وجدت امامي وورائي امامي طالب وخلفي في الطبور طالبين طالبين واحد ملتحق بالطب واحد في الزراعة واحد في كلية العلو المتقدمين يعني الاربعة نقدم الى المدينة الجامعية الحصول على غرفة بالسكن بقدر الله وجدت الثلاثة من القرية من كفر الشيخ والبحيرة هذا عالم اخر بالنسبة لي ايضا يعني عرف في مدينة العجائب او يعني في الففا عالم اخر من اواجبه على هؤلاء لاجة غير اللهجة عدد غير العداد وهم يتعجبون من هذا الحاصل على الثلاثة العامة ويحفظوا القرآن نتكلم بالعربية وهو اصغر منهم سنة وهو اصغر سنة وهم قمار قمار للازهري كان الجامعة عنده 25 سنة فوجدتهم حفظة يا السلام فاقترحنا سريعا ولماذا نقدم المدينة الجامعية ففوراً مجينا ناخد شاقة ونقدس مع بعض اعتمد المدينة الجامعية سكننا مع الطالب لا يصلي واذا استكنت في الخارج ستأخد 25 جنيه فيما اذكر تقريباً فذهبنا وانسحبنا من الطابور وذهبنا الى منطقة العباسية ولو وجدنا شقة بفضل الله اسمها تعالى كنا بعد الجنة صالة الفجر في صالة الشقة هذه نلعب الكرة لك ان تتخيل من ساحاتنا العمارات البنات الكبيرة بتاعت البشرات بتاع الزمان وعشنا اربعتنا بعد ان نصلي الفجر في المجلس ونرجح نأتي بالإفطار ثم يسمع بعضنا لبعض جزئين من القرآن قبل الذهاب للجامعة ثم ينطلق كل الوحد منه ونوزع العمل بيننا سبحان الله هذا يضلق هذا يأتي من السوق بفضل حتى قالت كل العشرين شقة اللي في البناية او في العمارة قولها شقة الشيوخ اسمها هذا القرآن الكريم حتى من الطرائف لما بعد ما تخرجت وانتقلت الى منطقة الدقي قبل الزواج فكان عزك الله حامل القمامة يأتي يطرق الباب كل يوم فاخرج له عزك الله فيسمع القرآن مرة في مرة يقول يا استاذ وانتو عندوك كل يوم ميت ارتبط قرآن القرآن في القاهرة ايه مرتبط وانتقل على من يعني فبفضل الله رزقني الله هذه الصحبة ياسا يعني تعويض لفقر الاسرة وكان اه انا كنت اخرض الشاعر ولكن لما سمعت ان الامام الشفاية ولولا الشاعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر بالنبيدي توقفت عنه تماما وكأنما سحب مني ولكن انا اتذوقه واعرف المهم فكان فينا واحد شاعر شو محمد هذا كان شاعرا فجاء من الطرائف يعني كان جاء علينا عيد الأطهى وعندنا امتحانة الفصل الدراسي وكانت كلية الصراعي الوحيدة التي تسير على منهج الفصل الدراسي لا الهندسة ولا الطب ولا الزراع فقط الاول بعدين اعممت في الكليات كنا ثلاث شهور امتحنوا ثلاث شهور كده فنسمع قبل العيد ليلة الوقت ما اتى الخرافة في البلكونات وفي البيوت ويجللونها ويضع لها اعقدوا وانتم تركين اهلنا اول مرة اول عيد فكان صديقنا هذا له بعضا من الشاعر يقول ايه فقال قصيدة بها المناسبة مع هالجول فانما كانت كما يقال في مصر الشهر الحلمنتيشي الساخر هذا فالقصاد الضحكة فما اذكر بيتين منها يعني يقول فليس فتى المرتبه قروشا كمثة فتى المرتبه الوفا فيعيد الضحيتها الاضحي بنفسي فيك ام ماذا تشوفوه انت شايفين طيب انا نعمل احنا بعيد عن اهلنا والله والجيران كانوا يعتبروننا ابناء ابناءهم ابناء يعني برضو في لحمة في لحمة في لحمة في لحمة في لحمة في لحمة المصرية عامة وبالذات في المناطق التي لم تبتلى بالمنتجعات الآن اصبح كل واحد جزيرة منعزلة وكاننا نصلنا في الغرب يعني اتمنى ان تعود هذه لكن هل في تواصل مع الاهل في غير الاجازات لا الذهاب او في الاجازات فقط لكن كان اهل الصعيد الولد يعتبر رجل كلما تباعد في عدم كثرة الزيارات انا اذا كثرت الزيارات ده عاطف الزيادة انا زلت كيف براجل له اوه دي مسألة اخرى فدي كانت ضد هوايا ايوه انا انسان مش عاطفة انا ربيت في بيت عاطفة يا سلام انا نشات داخل عاطفة يعني داخل رحم العاطفة فصعبة عليك صعبة والمدينة كان رحمة الله عليها الوالد لما يجي يزوره وروح اوصله للمحطة للمحطة القطار فكان هناك دناس تدخل في محطة وما فيش حتى استيزان وانا اخذان يقول يا الله دي بلد من غير عمدة بلد من غير رئيس يقول تعال انتشيدي فالقضيه ان الحلف من لا صحيح كم المرتب اللي تاخذونه طلاب لا الطلاب احنا كنا بناخد راتب التفوق لكن اللي ما يسكن ما ياخذ 25 لا 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 ما كانش دي كان بقى للمبعوثين والجين من البلاد الاخر او دي كانت في الازهر زمان ايو 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 هو كان زمان في الازهر لما قل انتساب الطلبة والمذهب الحمالي في كنية الشريعة كانوا يعطوهم ثلاثة جنيه عشان يسجعوهم على للإبقاء على المذهب لوجود ما يسمى برواق المذهب برواق الرواق بالضبط اللي موجود في الازهر ما زال بعضها ده مش كده ده كان في رواق المغاربة رواق الشوام رواق الصعيدة فقد نعتبر الصعيدة جايين من خارج القطر رواق الصعيدة ودجت كل رواق فيه يعني حقيقة بعد السنة التحضيرية اخترت كلية الزراعة انا كنت مختارة كلية الزراعة انت بدون ضغط من البداية انا كنت ارى ان الزراعة هي دراسة الدين اخيرا عندي قناعة لان ما الزراعة الا الارض والنبات والاليات التي تطع من الناس وعزا الله عالم الحيوان وما فيه وعالم النبات وما فيه وعالم الحشرات وما فيه فكنت ارى ان الزراعة هي الدنيا كلها وما زلت ارى ودرست فيها السنوات الاربع الاربع بعد السنة التحضيرية ثم الماجسير والدكتورة في نفس الجامعة في نفس الجامعة بعد الفاصل استاذنك اهل الله سهلا ثم نعود ارجو ان تبقوا معنا صفحات من حياتي صفحات من حياتي ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي شحاته من مواليد المينيا وبالتحديد قرية تلة التي كانت عامرة بمنظومة قيم واخلاق حفظ القرآن وهو صغير تأثر بامه كثيرا فقد كانت عابدة صالحة لا تقبل الحديث في اعراض الناس وهي من حفاظ كتاب الله تعالى رحمها الله حصل ضيفنا على الماجستير والدكتورة في العلوم الزراعية لكنه احب اللغة العربية والدراسات الاسلامية فنال الليسانس في الدراسات العربية والاسلامية ثم نال الماجستير مرة اخرى في الفقه المقارن الذي حرم من شيء في الدنيا سوف يعوضه الله في الاخر الله حرم علينا الخمر لكن في الاخرة فيه خمر ولا مفيش فيه ابسط يا عام بس ايه بس ايه ما تغتلش العقول فالانسان الرجال في الدنيا مسموح لهم بالذهب والحرير لا مش مسموح لكن في الايه في الجنة يلبسون لبسا ايه خضرا من ايه من سندس واستبر الملابس الداخلية حرير رقيق عشان ما يخدشي جسمك الجميل الناعة في الجنة ايه العزة فانا ايضا ابشر ابنتي وكل البنات الذين ماتوا على غير ازواج سواء الزوج مات او طلق او لم تتزوج ان شاء الله رب العالمين قال ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم الي ان تدخل ايه orient لا من يقول اليمان الكل ايه tar 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 فاجد Th a هو ده الخطيب المحقرب. يقوله الناس كده. مش الشيخ عمر يقول لي النار وبصر قرار وعذاب القبر. لا كده الرجل يتكلم عن الحر العيد. فاذا دخلت الى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا. اسقط في ايدي المستمعين. يا الله. واحد ما تحمل. ده خبه الجمعة ممنوع كده. ممنوع الضحك. ممنوع لها. قال يا شيخ اتقل بقى. واضح انه السحيات في بيته. قال له اسكت يا رجل. من قال لجاره يا خطر بغض الموضوع الجديد يعني. المهم. الامام يسكت في الزبون. الرجل يصعر. خرجوا حدود معي. قال له هذا انقلوا اليكم حديثا. من احاديث رسول الله صلى الله وسلم. وبالرجل يقول له ايه. يا سيدنا الشيخ. تهقن يمكن يكون حديث بعيف. الله موضوع الله. وانت بتهلف علينا في المنبر. الرجل مش حاجز يسمع. خلاص خلاص. هو يعني رأى ما رأى خلاص. فمش حاجز السيرة دي تتتتتتت ترجح تاني. فالله الا الله. يعني الله عبر. الله يكون فعون الامام والله سيدنا سبحان الله. هل سمعتم عن المتوكل الذي جاء به برجل قد ضرب الامام? واحد ضرب الامام. اول حاجتها في تاريخ الاسلام. ان واحد يضرب الامام. الله يسلمكم يا رب. الله يسلمك يا روح. الله عليه طفح على اكثر شيخ علينا. قال المتوكل اما ان تخبرني لي ما تضرب الامام و الا اوجعتك ضربا امام الناس. قال له يا امير المؤمنين كنت على سفر. مожет وخرجت خارج البادية خلاص خلاص فإذا في صلاة الفجر صلاة الفجر فدخلت في الصلاة فصل الامام وبدأ بالبقرة في اول راجعة حتى أنهاها قلت في الثانية يمكن اجرزها الشيقابر كده الإخلاص عشان سبحان الله فيش حد فبدأ بآل عمران حتى أنهاها فسلمنا وقد أوشكت الشمس أن تشرق فبعد أن سلم وقف الإمام وقال أيها المصلون أعيدوا صلاتكم تذكرت أنني على غير طهارة فضرب هنا في مسجد أسد بن الفرات في الدقي كانت إحدى المحطات بل أهم المحطات حيث تسنم مكان شيخه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ليلقي الدروس والخطبة والمحاضرات إن هناك بعض من الزنوب التي توجب عذاب القبر فقط يعني يتعذب عليها القبر بس وهناك من الزنوب الزنوب والعياذ بالله هناك من الزنوب ذنوبا يعذب الإنسان عليها إذا لم يتب منها كل ده إيه الكل اللي بنتكلمه على أساس أن إنسان أذنب ولم يتب اللهم تب علينا يا رب يعني المسألة كلها مسألة توبة فالناس في البيت عندك سلعوك فصرت أنت عند الولد إيه مسلعا فالشخر قل ليلة أن القيمة يعني يعني المعنوية اللي كانت للأب والأم الرجل إحنا في سنة كامل السنة الميلادية و13 ما شاء الله عليكم طب في كم هجرية أكيد طب كامل يوم الشهر العربي إحراجه وعطاب الحامد لله الحامد لله الله يجبر خطيرك يا رب استوعب أنك مقصر لا داعي لأن يعني يعني عندما نصحك أنت وزوجك لما تجلس أنت وزوجتك عند الشيخ ولا عند القاضي ولا عند المفتي ولا عند كبير العائلة لا تدعي لنفسك أنك عثمار بن عفان ولا تدعي أنها أم جميل حمالة الحطر وأنت يا أمة الله لا تقولي إن هذا الزوج هو أبو لها ولا تدعي أنت أنك نسيبة بنت كعب أو أسماء بنت عميس لا مرحبا بكم أيها الأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيخنا الدكتور عمر عبد الكافي دكتور كليت الزراعة والمجسير والدكتورة سؤالي الأول عن هذه المرحلة بمن تأثرت لقائك بأساتذتك وليس خارج الجامعة لأنني معها وقفة أشرف عليك المجسير الدكتور آمن والله كان دكتور أحمد حسنين كان عميد للكلية وكان رجلا شاعرا فاضلا حافظا لكتاب الله رغم أنه خريج راحة القاهرة وتعليم مدني لأن جامعة الأظهر العلمية نشأت في قرار الدولة بقرار أظهر 61 يعني قبل ذلك كان هو خريج من قبل كان كل الأساتذة ليسوا من الأظهر أي نعم لأن الزراعة والعلوم والطب كان كليات علمية فطبعا بعد ذلك ثبت يعني أن هذه الكليات كانت نهى من أشاس في جسد الأظهر لأن كان فيه بدائل أو مش بدائل الأصائل يعني إذا جزت تعليم خاهرة وغيرها خاهرة وغيرها وكان تسعة جامعات وكان أكثر يعني كان الدولة في غنى يعني لكن كان أمر ميت بليل يعني لكن حقيقة أنا أرى أن تحكس القضية إزاي يعني بكل الزراعة كنا ندرس تقريبا مادتين أو ثلاثة دراسات شرعية مع الزراعة والطب كذلك ندرس سيرة ندرس فقه صحيح أن كانت دراسات مبسطة بالنسبة للباحث يعني أول لكن لماذا لا يدرس الآن في كل الجامعات موات هذه الموات نعم يعني الطبيب الذي ليس له الفقه نصيب كيف يكون طبيب يتعامل مع المرضى ومع المريضات هذا موجود بحمد الله في الجامعات السعودية هذا بفضل الله يسمونها المتطلبات الجامعة الله يرضى عن اللي هو فقه الحالة فقه العلم هذا يعني يجب أن في كلية الاقتصاد في كلية العلم السياسية يجب أن يدرس هذا يعني يجب أن يعني تعدل المسيرة وتكون المملكة إماما في هذا شيء طيب أنه منفذ وشيء طيب تقول العميد كان حافظا وشاعرا كان شاعرا وكان بفضل الله لا يعني كنا نتبارى فكان كان يقول يعني لا يقومني إلا عمر هذا عاد يعني ما ذكرت بيتا إلا وأكمل وما حتى أدخل من الطراف بس نقفز على الأحداث كنا في مؤتمر في الكويت كان يحضره أخونا الحبيب الدكتور عاد القرني والدكتور الإصام البشير فكان فيه أمسية شعرية بالنهار كنت مع الدكتور عاد مع الشباب في محاضرة فكان المحاضرة اخترح أن أنا عشر دقائق ودكتور عاد القرني عشر دقائق ومدة المحاضرة ساعة استمرت المحاضرة أكثر من ساعتين وللجمهور مستمتع ومدة المحاضرة فكنت أترك من العشر دقائق دقيقة أو اثنتين لأخ الدكتور عاد وهو كذلك يعني وهذا مثل أخلاع فجيب الليل فقال فيه أمسية شعرية أنا لا أدعي أبدا أنني أعرف عن الشعر الشيء هذا واقع لكن أنا ساحب قالوا تشكرت لا لا أنت الدكتور عصام البشير ما شاء الله والدكتور عائد هو ما أدري شعر كويتي لا أذكر فالمهم الدكتور عائد يذكر بيتنا الشعر الدكتور حسام البشير رد عليه بعشرة فيأخذ الوقت فأخونا عاد القنرب من أحفظه كطبيعتي في الطلاب نظر إلي والله كان بالنهار الله يرضى عليه شيخنا الدكتور عمر يترك لي مساحة لكن إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فكان له بصمة وكان في كتبه لنا عن علم الحشرات وكان درسلنا علم الحشرات حتى في النرسة في العرية كان يستخدم المصطلحات العربية اللي هي أقرها مجمع اللغة يعني سبحان الله مثلا يقول الخلية الجبلة كان يقول الجبلة خلية سبحان الله فأكد كان يعني الحقيقة وكان أظن فيما أذكر أنه كان عضو في المجمع اللغوي لفصاحته يعني رحمة الله عليه الثرافية لتفوقه في مادته آه هو كان واخد أظن الدكتوران من إنجلترا من الرعيل الأول وكان معروف عالميا بأوراقه العلمية أنا عشقته لذكائه وأنا الذكاء يجذبني قد لا أكون ذكيا لكن أحب الأذكاء وقد لا أكون يعني من طائفة العلماء ولكن أحب العلماء أو يعني أنتسب إليهم وأتطفل على مواعيدهم فأنهل منهم الكثير بفضل الله وهم أصحاب فضل جميعا سواء في العلم الشرعي أنا لا أسمي لما أدري يا أطرفان توافقني على هذا لي رأي ليس هناك علم شرعي وعلم غير الشرعي كل العلوم شرعية طالما أنها تنفع الإنسان في دنيا وأخرى يعني علم الطب إذا كان في مكان وعلمه والأدب إذا كان في مكان والإعلام إذا كان في مكان والاقتصاد أليست يعني يعني زمام الدنيا إذا أمسكناه يعني نحن قد قلنا هي شرعية الوجهة وليست شرعية المادة يعني في الأجر إن شاء لكن المقصد فيها إيه في الآخر هو الشرع وجده لسعادة الإنسان في الدنيا والآخر وأي علم يعني لا يسعد أهله يعني زي بالضبط يقول لك إحنا نعيش في الحضارة لا نعيش في مدنية ما حضارة ما هي الحضارة إذا انبتت وانقطعت عن أسباب السماء يعني معذرة أرجو معرفش توافقني أي حضارة لا تتصل بخيم السماء تصير حقارة نعم لأن طيارة من غير طيار لحضارة طيارة هيروجيما أنا جزاكي لحضارة لا أنا سبحانه فنعود إلى الماجستير والدكتورة نعم أنا كان فيه تخصص كانت فيه بعض من الآفات تعصف بمحصول القطن قطن بالنسبة لمصري وللذهب الأبيض كما الذهب الأسوات والبترول والذهب الأبيض والقطن كان عندنا في مصر هذا تعبير صحيح لأنه كان رافض من روافض الاقتصاد المصري نعم والقطن المصري طويل التيلة كان معروف عالميا وخرجت مصر الآن من الدول العشرين للأسف من الدول العشرين المنتجة للقطن الطويل الطويل طويل تيلة الدول عشان نستفى يعني معدنة اللي بيعمل منه الأثواب الكبيرة ملاءات الأسرة والمرضة ويعني حاجات طويل التيلة مش قصير التيلة نعم فكان الذهب الأبيض له تخير في القرى الدكتور فان كان تؤخر المدارس في القرية لجني محصول القطن لأن الذي يشارك في جني القطن من الأطفار الصغار ياخد عشر جروش في اليوم يومية سمع يومية أو قبل أن ينتج محصول القطن القطن وكان ترى شكل الحقول مبهد طبق بيضاء على مربع البصر فوق شجرات قدراء وكان قبل هذا تعصف بالمحصول القطن نوع معين من الديدان هذه الديدان تأتي إذا روى الفلاح العزق البرسيم الذي يطعم به بهائمه بالماء بعد 15 مايو كان كده قوانين في الصراحة معروفة عند الفلاحين وكان ياخد محضر جنيه أو خمسة جنيه في المحكمة أنه روى ليه لأن هذا يساعد على فقس هذه الديدان وتأكل محصول القطن فيه منظومة رعاه على اقتصاد البلد سبحان الله ومن الطلاف الأغرب إلى الخيال يعني أن فلاحا أميا ذهب من قريتنا إلى موعد القاضي لأنه روى البرسيم بعد هذا التاريخ فمهندس الزراعي يكتب تقرير وأنا أخير أصغر أبو باكر مهندس زراعي أصدر فيكتب تقرير أنه فلان هذا من من الشهد فهي استحضر فالقاضي يقول فلان 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 ابن فلان ابن فلان اسمه ثلاثي أو الرباع لماذا رويت البرسيم قالوا ساعة البيع ساعة القاضي أنا أسأل بس سؤال بالله عليك أنت عرفت اسمي إزاي أنا معرف شي اسم انظر إلى هذه الفطرة يعني هو لا يظن أنها اسم بهذه الفطرة كان الناس أتعامل اللهم ارزوخنا إيمانا كإيمان العوام هو دائما العوام والله لا لفظة أنت عرفت اسمي مني طيب وانت حضقت الماجستير والدكتوراه في الزراعة في الزراعة في تخصص هذه الدودة اللوز القرونفرية هذه والدكتوراه كانت أقرب إلى الكيميا لأن كيميا مبادلات الأفات هذه التركيبات التي فالحمد لله يعني بفضل الله حققتها بنجاح تم وقد كان لي على مر رحلة العلمية أكثر من خمسين ورقة العلمية وبحثة العلمية منشور في هذا التخصص في الدوريات الحمد لله مرحلة بقائك في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه هل كان لك نشاط خارج الجامعة هل التقيت بأحد من العلماء قبل أن تلتقي بالغزالي والشعر لا أنا في هذا الوقت كنت أحضر للشيخ عبد الحمد كشك أيوة في مسجد عين الحياة عين الحياة الملكة دعو في شرع المصر والسودان سبحانه في منطقة دير الملك وهذه المنطقة يقتلها كثير من النصارى يعني منطقة معروفة بهذا ولكن كان ليس هناك ما نسمع عن هذه النعرات الكاذبة التي نسمعها اليوم أو من يثيرها يعني الشيخ كشك وكنت أذهب إلى رجل فاضل رحمة الله عليه علامة أزهري الشيخ عبداللطيف مشتهري وكان رئيس الجماعية الشرعية عبداللطيف عبداللطيف مشتهري كان بصنة في عالم الدعوة وكان فقيها لأن الشيخ كان أظن الشيخ السبكي والشيخ محمود خطاب كانوا هم الذين أنشاؤوا الجماعية الشرعية والجماعية الشرعية تستطيع أن تقول أنت هي أقرب إلى منهج السلف لأنك تعرف مصر فيها صح قطاع صوفي كبير يعني هذا القطاع لم يكن بالعرف سلفي لم تكن معروفة في مصر ولكن هؤلاء أنصار السنة وجماعية الشرعية كانوا أقرب إلى هذا وأنا بفضل الله في القرية كانت هذه الألوان موجودة فكنت أحضر عند كل هؤلاء فتشربت رقة قلب هؤلاء وعقل وتأصيل هؤلاء كان هذا يعجبني وكان هذا يعجبني فلانتقلت إلى القاهرة انتقلت بنفس الطريقة أسمعني الشكيشك رعاني شعط عبدالله المشتوري سبحان الله كلما سمعت عن عالم من العلماء له درس علم أو غيره فهذا كان يوم الخميس كانت أذكر أن كان يوم أجازتي سبحانه كنت أسير من العباسية منطقة العباسية إلى باب الخلق حيث دار الكتب أجلس من التاسعة صباحا حتى تغلق الأبواب أقرأ في الكتب ومعي الدفاتر التي تقيد الذي سجلته فالله ما زال هذا رصيلي في هذه المرحلة كنت وأنا ذاهب عندي مقدرة أن أأخذ تاكسية أو أركب معاصلة كما يكون عندي سيارة فيامل طلبة ولكن كان أفضل السير تقريبا يمكن ستة أو سبعة كيلومترات أكثر يمكن لا أكثر ذهابا ويامل حتى أستطيع أن أسمع لأنني عرفت بعد ذلك من الشيخ الغزالي لما كان يروح المكتب بتاعه يذهب قبل العمل بنصف ساعة أو ساعة يخلي مدير مكتبه وهو وكيد أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والإرشاد والمساجد كان يخلي مدير مكتبه ويذهب جيئة نظاما في مكتبه يسمع له جزء من القرآن يوميا الله هؤلاء هؤلاء هم بصمات كبيرة يجب الذي يعرف أشياء عن العلماء اللي يخبئها لندل قدوة لأننا دايما يعاب علينا لن نتخلم إلا عن السلف فقط هؤلاء هم خلفوا السلف رحمهم في هالمرحلة في تغير كبير أو على الأقل محطة مهمة في حياة ضيف وهي الزواج بحفيدة الشيخ محب الدين الخطيب قبل هذه المحطة في محطة مهمة نخذت قرارا استثنائيا أثناء الماجستير في الزراعة بأن ألتحق بكلية الدراسات العربية والإسلامية كان هذا قرار قريب حصلت على الليسانس في الدراسات الإسلامية الإسلامية والعربية وثم الماجستير في الفقه المقارنة أثناء دراساتي للدكتوراه بفضل الله وأنهيت أربع سنوات في الكرونية والدراسات وأذهب الامتحانات الحمد لله رب العالمي هذه صقلت فيها الصبغ أو القرء الاختراب من العلم الشرعي أكثر ليست هقافة أو قراءة دون منهجية دون منهجية بالضبط نعم طيب نرجع إلى الزواج نعم بحفيدة الشي أنا حقيقة كنت مشفقا على أنا خلاص من 72 بعد التخرج صرت أعتلي المنابر صحيح أول خطبة لك كانت في عام 1972 بدأت من الخطأ تمام في يونيو 72 نعم حتى كان يقال فيه معيد في كلية الزراعة صغير السن وأنا كنت صغير الحجم وأنا حيف كده سبحان الله يقوله كلاما غريبة فكنت بدأت بقضية الإعجاز العلمي في القرآن لأنني كنت مبهور بكتابات الدكتور عبدالرزاق نوفل أول من كتب في الإعجاز رحمة الله عليه وكنت خطيت هذا المن بس يعني لم أغرق فيه وبعدين كانت تعجبني من القصص الصالحين الكتابات التي كتبت عن الصالحين فكان دروس درس الاثنين ثم درس القميز فأصبح لي مسجد في منطقة الدق أصبح دكتور عمر له مسجد في منطقة أسعد من فرات لا كان قبل أسعد من فرات كان مسجد اسمه الحسن ثم مسجد الصحابة الذي كان يخطف فيه شيخ غزاري ثم أسعد من فرات الذي كان يخطف فيه شيخ غزاري أيضا ففي هذه الآونة كنت أقول من تستطيع أن تصبر على أدى الدعوة بهذا الشهر أنا الصبح في المركز القميز في المعمل وفي البحث العلمي وبعد الظهر في القراءة والمغرب في المسجد وفي المساجد من التي تصبر على هذا؟ وكنت أقرأ عن أبو حامل الغزاري ما تزوج عن الأيمان فلا ما تزوج إلا بعد الأربعين إلى أن جاءني الوالد زائرا قال يا ولدي أنا ما سمعت عن عالم إلا ما تزوج وكان قليل الكلام كثيرة تأثير رسالة ووضحت خلاص آآ ف ذهبت للشهر غزاري قال والله الوالد زارني بالأمس قال شوف طالما نويت الشيخ محب الدين الخطيب عنده آخر حفيدة إنها بتكون قد تزوجت توقّر على الله وهذه توقّر على الله هذه بيته علم وسوف تنتقل لبيته علم وخلصت المسألة يا السلام ما كان الشيخ محب الدين جاء أصلا أحفاده جاءوا لا الشيخ محب الدين في مصر من 1902 لما جاء عمل البربع السلفية وصل يعني لأنه توفي رحمه الله 1960 سبعين آخر ليلة آخر ليلة في 1969 بالزبط كده من بكر الصباح شيع في سبعين رحمه الله رحمه الله وأنا كنت أسمع عنه كثيرا وأقرأ مجلة الفتح وهو رئيسة الحليل مجلة الأصغر 25 سنة صح وكانت كتاباته مع شقيب أرسلان والسلطان عبد العيد هو لو شوفه لو كان الشيخ محب الدين خطيب مجد لاعب كرة أو شهرة فنان لكان للفكر الإسلامي في عالمنا العربي والإسلامي شاء أخر أنت ما التقيت به الأسف ما التقيت به لكن الحمد لله حظيت بولده الشيخ قصي رحمه الله عليه وكان قطعة من أبيه دمات تخلق الله علم يعني أنت عارف الأدقياء الأخفياء الذين لا يظهرون علمهم وكأنه يسمع لأول مأرب الله يا الله فالمهم أنا كنت أعطي محاضرات أسبوعية في جمعية تتبع وزارة الشؤون اجتماعية كان أمها أخوات من طبقة الصفوة النخبة يعني عضوات نادي الجزيرة ونادي الصيد فكان فجئت بمن تهدي إلي كتب كتب العواصم من القواصم تحقيق الشيء محب النين الخطيب الله فهو والتده أنت ماشى الله تعرفين الأستاذ رحمة الله عليه قالت أنا زوجته ابنه قالت حماتش بعد كده أم الزوجة يعني هي توفيت من أسبوعين عندي وكان امرأة من الصلاحة بمكان ما أضعها أيضا في مصف أمي يا رحمة الله وكانت أما بعد أم الحقيقة وحافظت القرآن بعد الستين رحمة الله وعاشتنا على الشبح بدي الخطيب إتنشر سنة وزوجته ابنه في الذلة في الدقي تحقق معه صاحب وخار الفتح الباري الفتح الفتح فتح الباري وانتشر سنة ما طبع السلفية ما طبع السلفية سبحان الله وإذا إذا أردت أن تقرأ فتح الباري محققا مؤثقا لا تقرأ إلا شمح بالدين رحمة الله عليه فالمهم خطبت البنت لا هو اللي حصل بالضبط أنه لما هذا فالشيخ غزالي ذكر فالشيخ غزالي ذكر فالشيخ غزالي ذكر الله ده بيحضروا لي يمكن ربما ربما هذه حفيدته التي تحضر معه مثلا أنا أذكر كنا نفسر لهم جزء عام ودول طبقة عالية طبقة سلالة البشوات يتكلمون الفرنسي أكثر من العربي كلهم وكانت أم زوجتي من هذا الطراز لأن دول هذا هذا مستواهم فالشيخ رحمة الله عليه يعني لإطرق الباب فكان أخي أصغر مني أو بكرتو الله الشيخ غزالي عرض عليه تقرأ الله انتصل بهم الروح ففجئت أنهم يسكنون أخر الشارع أنا أول الشارع من هنا وهم أخر الشارع من هنا هم أخرب إلى نادي الصيل وأن فذهبنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الزيارة بأربعة أشهر كانت أم أحمد عندي في البيت سبحان الله سبحان الله واخبرت والدك وحضر والدك جايه الوالد والوالدة وسعدوا بهم والطرفين كأنما يعرفون بعضهم طبعاً وجاء إخوتي سبحان الله وحضروا وسعدوا وبعدين عملنا نموذج طيب للعرس الإسلامي اللي هو أصف مصر موضوع الاختلاف ده يعني مشكلة كبيرة فلكن الحمد لله رب العالمين يعني كنا أسوة وقوده بفضل الله حمد لله بلعد ذلك آخر سؤال عندي في هذه الحلقة قبل أن أن تقل إلى محطات أخرى في الحلقة القادمة أنت تقول في معرض حديثك البحث في علم الآفات والكيميا ألصقني بعلم أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم وفلان 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 من العالم كيف؟ الله عز وجل يقول يعني هو الذي أنشاكم الأرض وأستعماركم فيها أنشاكم من الأرض وأستعماركم فيها النشأة من الأرض لنا وللنبات تمام؟ وآفات النبات وجدتها صعبة جدا للقضاء عليها لكني لما خبرت علم أبي حنيفة وعلم ابن تيمية وجدتهم أنهم واجهوا آفات أشد ضراوة من آفات التي تفتك بالنبات والحيوان فتوافق العلمان مع بعضهم البعض هذه نبتة من الأرض والإنسان نبتة من الأرض والآفات واحدة تفتك بثروات الخير التي أعطاها الله للإنسان والآفات التي يعني عالجها ابن تيمية وابن القيم وأبو حنيفة وهؤلاء فعالجوا آفات القلوب وأوصلوا الأمة إلى أمة صحيحة القلب بعد جيل السلف الصالح من الرعيل الأول في القرون الثلاثة الأولى وأرى أن التوافق ما بين هذا وذات قبل أن العلم هو راحب واحد أنت حفظت متون من السنة وأنت صغير أيضا؟ الحمد لله رب العالمين هل صحيح أنك حفظت الصحيحين بالسند؟ نعم متى كان هذا؟ هذا كان في فترة الجامعة في الجامعة وأنا بعد ما كنت سبحان الله حب إلي هذا الأمر وكنت أحفظ ما يخرب من عشرين إلى ثلاثين حديث يومين والحمد لله مع دراسات الصحابة الزراعة ليست كلية هيينة ولكن بفضل الله كنت أرى أن كل دقيقة تمر يعني الإنسان فيها يعني تضيع دون أن يضع فيها بصمة أو صفحة جديدة فهي محاسب الإنسان عليها أشكرك فضي دكتور نستكمل في حلقتنا قادمة بإذن الله محطات متبقية في حياة ضيفنا أرجو أن نمر عليها في حلقة قادمة وأنتم على خير شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سطحات من حياتي سطحات من حياتي وتراني منعذاب سطحات من حياتي وتراني منعذاب سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواهات بين قول وفعال من جهاد العمر طار سطحات 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 من حياتي 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 اشتركوا في القناة